في هذا نبا العجل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد عواط تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية وأصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الوضع الرهن لاحتواء تدعيات بايروس كورونا وقد وجه الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المنظومة الجديدة بتقديم العلاق والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري خاصة الفئات الأكثر احتياجة وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحاورها المختلفة خاصة التشريعي والتنظيمي بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى والتي أثبتت نجاحا وإقبالا ملموسا وفي بقدمتها محافظة فورسعيد التي شهدت بداية التشغيل الرسمي للمنظومة إلى جانب محافظات التشغيل التجريبي الأخرى خاصة من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات وكذا عدد المواطنين المسجلين في المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم كما تم عرض موقف الميكانة الإلكترونية والتحاول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من ناحية البنية التحتية والربط الشبكي والتطبيقات وقواعد بيانات المستفيدين إلى جانب التشغيل والدعم الفني كما تم استعراض الموقف المالي الخاص بهيئة الرعاية الصحية وجهودها لتعظيم الإيرادات وتنويع مصادر التمويل فضلا عن الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للتأمين الصحي للاستعانة بخبراتها وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تترق إلى متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي والتعاون والتنسيق الجاري في هذا الصدد بين مختلف الجهات الوطنية وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس من خلال الجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات فضلا عن المباحثات الجارية مع كبرى الشركات العالمية المختلفة لإنتاج اللقاحات كورونا محليا ترجمة نانسي قنقر